ان الافواه بتكمم يعني شفت السستة اللي مقفولة دي على الفم عملية صعبة جدا ما بين القصة وبين الازواق بيطلع بره البيت نتكلم بحلوة قوي نتكلم مع اصحابنا وصديقاتنا وزميلنا وكل حاجة ونبقى بنعرف نتواصل معهم جدا لكن نأتي للبيت وندخل كأن البيت ده هو ده القفص هو ده اللي احنا هنركب السستة دي او اللي احنا هتكمم فيها الافواه وندخل كل واحد بمشكلته وكل واحد يعني الابتلاء اللي عنده من غير ما حتى كمان يقدر يضي او يصرح به للاخر لكن نقطة مهمة جدا انزا كنا بنكلم على الصمت الزوجي او الخرص الزوجي تكلمنا من عشر 15 سنة يا جماعة هنتكلمناه لكن احنا النهاردة بنقول مع سوشيال ميديا بقى اكتر لا هو اصلا بقى واضح معنا موبايل معناش موبايل في تواصل الدنيا كلها يتحلط مهما كان معي انا احدث وسائل تكنولوجيا تورة كريمة رأي حضركم وده ايه يعني انا سعيدة جدا بالتقرير الشعب المصري عنده وعي جميل جدا فعلا والازواج فهمين وعارفين وحاسين بالمشكلة وكانا عنهم حلول اه بالزبط هو الحلول بقى يعني بتبتدي من الاول في فترة الخطوبة فترة الخطوبة بيبقالها متطلبات هما الاتنين بيتعرفوا على بعض وي 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 لما بيجوا يتجوزوا الحاجات بتتحول لعشرة فلازم الزوجة تبقى عارفة انه هو كان لما كان في الخطوبة بيقول لها بحبك وي 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 النهاردة الحب ده هيتحول لحاجات تانية ممكن نظرة حلوة منه هتغني عن كل حاجة ممكن لمسة ممكن طبطبة ممكن اي موقف فهي لازم ان هي تكون فهمة ازاي التحول مرحلة التحول انا سعيدة جدا حكا قلتين قطة دي لان بنلاقي نسبة كبيرة جدا من الطلاقة يعني لو بصنا في بعض الدراسات بنلاقي نقول له لا ده تغير بعض الخطوبة ما كانش كده لا هي دي واقع دي مرحلة التحول كل مرحلة بيبقالها احتياجاتها حتى تربية الاطفال في كل مرحلة عمرية بيبقالها احتياجاتها ومتطلباتها فلازم هي تكون عارفة الكلام ده مهم جدا جدا ان هي تبقى عارفة مفاتيح جزها شكلها ايه هو جاي من بره من الشغل وجاي التعبان والنهاردة متطلبات الحياة بقت قاسية جدا جدا سواء مواصلات او شغل او 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 ما هي برضو عندنا بعض الكلام الواحد حفظه من قطر ما بنسمعه مهم انت بره بتتكلمه كويس جدا مع جميلاتك وليتحك بصي حضرتك اي نجاح بيت سببه الست الست ممكن انها تخلي البيت نار وتخلي البيت جنة حقيقي حقيقي فهي لو هي بزكاء هو جاي من بره حمد الله بالسلام وايه اخبار اليوم معاك ايه عملت ايه يدخل ياكل يشرب مش عارف ايه وبعد كده بنبر صوت جميلة وبطريقة ودية وكلها حنية توصله المشكلة بدون عنف ودون زعيق ودون خناء والله ربنا مدي للفكة يا دكتورة كريمة زكاء وفتنة الزكاء على فكرة نبرت الصوت نبرت الصوت دي ممكن ان هي تخليه يولع نار ممكن ان هو تخليه زي الفل فهي مجرد انها بكلمة حلوة تخليه عجينة في ادها الراجل على فكرة طفل كبير عاوز ان الوحدة تحتويه وعاوز ان الوحدة تديه الحب والحنان هي مفروض انها تكون زكية بقى للكلام ده فيه حاجة مهمة جدا جدا ودي دايما ان احنا بنتكلم عليها كل ما كترة العيال وكترة الخلفة هي بتتوزع بتبقى متقطعة بين العيال وتربية العيال فكل ما العدد قل كل ما كانت السيد هتبقى مهتمية قوي بنفسها بسيش الناس عندها طفل واحد او عندها طفلين وبيفتقدوا يا فني هنا بقى تيه حاجة برضو برضو انا عاوز اقول لحضرتك ان حالة الطرفة الزيادة والمواد والحالة المادية لما بتكون كتير لما بتجيب مثلا شغالة الشغالة دي بتعمل ايه؟ بتراع امور البيت الاساسية والغير اساسية وهي بتعمل ايه؟ بتروح النادي وبتفضل التليفونات مع اصحابها والمشاور والعزومات وي 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 وبتمسى ولادها فبالتالي هو هيجي يتكلم مع مين؟ مفيش حوار وبرضو هو لو جه لقى مراته في البيت وقعد كده همت زيناله وبابتسامتها البشوشة الجميلة زمان كانت الوحدة منتهى الاحترام لجزها تقول له يا سي فلان هي لما كانت بتقول له يا سي فلان ده مش معناها عبودية لكن معناها احترام النهاردة حتة الاحترام فين؟ لا حتى حتى هكسبها بينك ومن الزوج والزوجة احنا الوقت بنخلي الاولاد ما بينادوناش دلوقتي بقولوا يا بابا او يا ماما بقىقولين دلوقتي يا عماد يا أشرف يا أحمد يا حبيبي يلازم تقول بابا حضرتك انت بيترببيناش عشان ابنك او بنتك ده هيبقى راجل في المستقبل وهتبقى زوجة في المستقبل فانت بتعديه ازاي انت لما بتعديه كده يبقى معناه كده ان流 لو هو اتعامل في قسرته باحترام هيبقى يتعامل مع الناس باحترام ويقلل المشاكل لو هو اتعامل باحترام في البيت يبقى معناه كده الثقة في نفسه بتزيد وبيبقى شخص منتج عاوز انه هو يعمل حاجة في حياته ويبقى عنده امل في الحياة فهي عوامل كتير المهم المهم جدا جدا انها تبقى زكية ولماحة وتبقى عارفة جزها تغير تقوم تحاسب نفسها هو تغير ليه الملل الزوجي كل يوم نفس الحاجة جددة في حياته جددة في عفش البيت جددة في الطبخ جددة في كلامك خديه نقول له يلا النهاردة نخرج نروح في الهدى الكلانية الأمة والزوجة دايما تقول هو العيب كله علي هو أنا كل حاجة علي أنا عايزة أقول لك حاجة والست دايما هو ليه ربنا بيكرم الست أكتر عشان هي مصدر ومنبع الحنان هي مفروض اللي تخلي بيتها ده مش نقصو حاجة الست دايما تنم وتعشش على بيتها أنا عايزة نصيح دكتورة كريمة دلوقتي أنا لو بزوجة وحاسة من زوجي بفقده شيئا فشيئا تسأل نفسها الأول تسأل نفسها الأول عشان ما تبقاش قصة كلها على ذلك تسأل نفسها الأول مع أولادي كمان وصلنا للصمت الأسري ياريتوا بين الطرفين أنا هنا كأم أعمل عشان أقدر أستعيد هذه اللمة وهذا الحوار وهذا الدفء الحب هي الأول بتهم الجزهة على حساب ولادها ما احنا برضو فيه ستات تبصت ليه تقولك ولادي واحتياجاتهم طب الراجل فين ما هو الراجل لما يكون محتاج حد سدر حنين هيبص لبرة فهي مفروض إنها الأول حاجة لو حصل الكلام ده تسأل نفسها الأول هو ليه تغير هو ما كانش كده هو تغير عشان أنا أصرت في حقوقي وأصرت في حقوقه وأصرت في البيت وأصرت في ده وفي ده ففيه عندها مهام معينة لازم إنها تسأل نفسها ده للزوج بقى عشان أنا أقدر أجمع ولادي تاني إزاي أولا ما بقناش نقعد نفتر ونتغدى ونتعشها مع بعض حتى لويك أنت بقت كلها عبارة عن خروج علشان سواء فيه تمارينات رياضية أو لقاءات مع الأقارب دون إن إحنا نلم بعضين ولو في وجبة واحدة لو وجبة واحدة في اليوم لو هتخلي مثلا وجبة العشاء هتعمل كيكة وحاجة يشربوها ومش عارف إيه ويعودوا بس ولو كل يوم نص ساعة المهم إن يبقى فيه تجمع ويبقى فيه حوار لكن إن هي تبقى هي قعدة خلي بقى الحضر تبقى هي قعدة ومسكن موبايل وهو قعد ومسكن موبايل وولادها كل واحد مسكن موبايل في مكان والبيت هادي وبيرنوا على بعض بالموبايل ما عدش فيه حوار المفروض إن يبقى فيه سياسة أنا أستفيد من التكنولوجيا للحاجة الإيجابية مش السكينة زي ما هي بتتبع بتقطع ولها فايدة فأنا أي حاجة بتبقى سلاح زوح الدين هي المفروض إنها تستغل التكنولوجيا دي في المنفعة والفايدة تحط نظام للبيت تحط نظام للبيت أول ما حد ييجي من برا حطوا الموبايل بتاعكم على الصفرة ما فيش استخدام للموبايل إلا مثلا نصف ساعة في اليوم وهو ده المفروض لكن إن إحنا نبقى الموبايل معه ده الموبايل النهاردة مع العيالي اللي قد كده العيالي اللي قد كده لا يشعر عندهم خرص أطفال حقيقي وهي بتبقى فرحانة بقى هم مالهيين وهي بقى يعني مبسوطة كده الحقيقة فيه أخطأ كتيرة جدا للأسف إحنا اللي بنعملها يا جماعة وإحنا اللي بنصل أنفسنا للصورة اللي احنا بنناقشها النهاردة أو القضايا اللي احنا بنناقشها من 10-15 سنة كانوا بيناقشوا قصة الخرص الزوجي والصمت الزوجي وصلنا للصمت عايز أقول اللي هو الأسري بعد كده هيبقى صمت مجتمعي ولا يا جماعة خلي بالنا كويس قوي قوي إن الدائرة بتتسع علينا نحنا نستفيق لأنفسنا ونستفيق لعلاقتنا ببعضينا لإحنا اللي بنعمله بنهده وإحنا اللي بنهده مش بيصعب علينا نفسنا يا جماعة بيصعب علينا نفسنا القب اللي بيجري القوم اللي بتساعد كل يعني نقول الأياد دي كلها ترجع فجأة تلاقي البيت كله نهار أو اتهدم نخلي بنا كويس قوي جماعة فقلت ننتهي